احتمال الجفاف في العراق بات أعلى بخمس وعشرين مرة هذا ما أشارت إليه مجموعة العواقب المناخية العالمية مؤكدة أن سنوات من الحرب والأزمات قللت من قدرة العراقيين على التعامل مع الجفاف وهو ما يهدد بأزمة إنسانية خطيرة أزمة يبدو أنها آخر اهتمامات حكومة السودان ومن سبقتها من الحكومات والتي تسببت سوء إدارتها وإهمالها ملف الموارد المائية وعدم إلزام شركات استخراج النفط العالمية بضوابط المحافظة على البيئة بازدياد نسب التلوث والاحتباس الحرارية والذي يعتبر من أهم أسباب اتساع رقعة الجفاف والتصحر بحسب مختصين الجفاف تسبب بانخفاض كمية الأسماك بحسب مجموعة العواقب المناخية وأثر على مياه الشرب والزراعة في العراق ولسيما زراعة محصول القمح كما تسبب بهجرة المزارعين ومربي الحيوانات وهذا ما حدث فعلا في مناطق الأهوار المجموعة المختصة بشؤون البيئة والمناخ لفتت إلى إعلان الأمم المتحدة في تقريرها الأخير بشأن مواجهة 20% من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة خطرا عدام الأمن المائي مضيفة أن أساليب الرية غير الفعالة وتآكل مرافق معالجة المياه والنمو السكاني السريع هي عوامل فعالة أيضا في تفاقم أزمة شح المياه ناهيك عن عدم إعادة إعمار البنى التحتية في المدن المدمرة كالموصل التحذيرات التي أطلقتها مجموعة العواقب المناخية العالمية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكنها تنذر بأعوام أكثر جفافا وصعوبة على العراق ما دامت سلطات الأمر الواقع تنتهج السياسة ذاتها وتضع العراق والعراقيين في ذيل اهتماماتها